من جديد طرح البنك المركزي المصري إذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 18 مليار جنيها وتبلغ قيمة الطرح الأول 9.5 مليار جنيها لأجل 91 يوماً بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8.5 مليار جنيها لأجل 273 يوماً وكشفت خطة وزارة المالية عن تراجع إصدارات أدوات الدين خلال نوفمبر من العام الجاري بنسبة 20% على أساس شهرية وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019 استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيها وتستهدف مصر إصدار إذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيها وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيها ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من النتج المحلي الإجمالية وأن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 31.4% من المصرفات العامة وفقا لبيانات وزارة المالية المصرية لبرنامج أموال ومصارات محمد عبد الحكم القاهرة